كشف الذمة بإضافة إلى إجراء آخر هو إجراء ناجع يعني تتبع جميع دول العالم القضاء على الكاش يعني القضاء على الكاش وتحويل رواتب والمبالغ المتداولة من خلال يعني كرت الاعتمان يعني هذا تسيطر الدولة والبلوغ على التنقل الأموال حاليا في جميع الدول المتطورة ليس هناك كاش متداول بين الأيدي يعني حتى من أراد شراء شيء بسيط يعني عبوة من المرطبات وبحاجة أن يدفع من خلال كرت الاعتمان فبهذا الشكل يعني البنك المركزي والبنوك والدولة تسيطر على يعني التنقل للأموال التنقل للأموال هذه خطوة والخطوة الأخرى أيضا الكشف عن الذمم المالية نبدأ بالساس الكبار وبالموظفين الكبار ومن ثم يعني حتى الموظف الصغير يعني هناك من تتضاعف يعني ممتلكاته بشكل غير معقول بالمقارنة مع دخله المحدود فهذا ممكن أصلا ليس فساد من فقط سرقة أموال الدولة والمال العام وممكن أيضا يكون يعني من قبل مخابرات دولية توم هو لهذا الشخص بالمقابل حصول على معلومات يعني هذا الملف ملف شائك فعلا مثل ما تفضلت الخطوتين الأساسيتين هو الكشف عن الذمم المالية وخصوصا الموظفين الكبار والوزراء وأيضا يعني القضاء على التداول الكاش وتحويل هذا إلى تعامل مصر من خلال كأرة الاعتماد اشتركوا في القناة